اشتركوا في القناة الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية وجعلت المواطن شريكا وفاعلا في صناعة القرار من خلال ممارسة حقه الدستوري في التصويت والانتخاب لاختيار ممثليه في مجلس النواب والمجالس البلدية عديد الحقائق والأرقام التي أفرزتها الانتخابات النيابية والبلدية 2022 والتي أزدل الستار على وقائعها ولحظاتها الوطنية التي ستبقى راسخة في عقل كل مواطن ومواطنة استجابوا لنداء الوطن عبر مشاركة شعبية مرتفعة وصلت نسبتها إلى 73.18% لتدخل المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين مرحلة جديدة من العمل الوطني بقيادة جلالة الملك المعظم وبمؤازرة مستمرة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي وثق من قيم الممارسة السياسية الشعبية ليصبح المواطن شريكا وفاعلا في صناعة القرار ولعل من أبرز ما تمخض عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية هي تلك المعطيات والتغييرات الكبيرة التي طرأت تحديدا على تشكيلة المجلس النيابي والمجالس البلدية المنتخبة والتي أفصحت عن وجوه وملامح جديدة عكست خيارات الشارع البحريني في هذه المرحلة وبشكل أكثر عمقا بلغ إجمالي نسبة التغيير في مجلس النواب 82.5% فقد عاد سبعة أعضاء فقط من المجلس النيابي السابق في انتخابات 2022 ودخل 33 فائزا جديدا إلى المجلس 28 منهم حجزوا لهم مقاعدة في مجلس النواب لأول مرة بينما خمسة منهم كانوا أعضاء في دورات ماضية وذلك إن دل فإنما يدل على متابعة الناخب البحريني لآداء أعضاء مجلس النواب ودقة اختياره للمترشعين في الدورة الانتخابية السادسة هذا وهو ما يضع على عاتق النواب الجدد مسؤولية كبيرة في أن يكون على قدر هذه المهمة التشريعية الوطنية وعلى صعيد المرأة البحرينية فقد ارتفع عدد النساء في المجلس النيابي بنسبة 33.33% مقارنة بالمجلس السابق الذي تم إعادة انتخاب عضوة واحدة منه فقط إذ تمكنت 11 امرأة بحرينية من تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات النيابية والبلدية بعد أن فازت 8 نساء بعضوية مجلس النواب وثلاث منهن بمقاعد المجالس البلدية إن انعقادة فصل تشريعي جديد لمجلس النواب المنتخب والمجالس البلدية سوف يسهمه بشكل بارز في تعظيم مكتسبات العملية الديمقراطية في البحرين وترسيخ دعائمها من خلال ممارسة المجلس النيابي لدوره الرقابي والتشريعي ونهوض المجالس البلدية بدورها في تطوير المرافق الخدمية والبنية التحتية لتلفزيون البحرين محمد رشادات اشتركوا في القناة